اللي مضت وحاضرين أيضاً الدول اللي احنا مشتركين وياهم اللي لهم تأثير اليوم على حصص العراق المائية استفادين منهم شيء؟ كانوا مرنين بالتعامل معانا؟ أكيد يعني هو الجانب الأول هو تطوير الخطط التبادل للرأة، الاستفادة من الملاحظات والمناقشات التي تجري في المؤتمر لتحسين الأداء في تطوير البوارد المائية هذا هو الأساس، الأمور الثانية اللي احنا نجنيها من المؤتمر هو التعاون مع النظمات الدولية طرح المشاكل في الورش العمل والجلسات أمام المستمعين من المنظمات والدول الأخرى المتقدمة في إدارة الموارد المائية تبادل الخبرات في هذا المجال توقيع مذكرات التفاهم تنشئ من خلاله برامج عمل سنة بعد سنة حالية ومستقبلية تتعلق بالتحديات والمشاكل اللي موجودة وكيفية وضع الحلول إلها فهذه الكثير من مذكرات التفاهم توقعت مع المنظمات الدولية برامج يعني من خلال المؤتمر طبعا من خلال المؤتمر وخلال هذا المؤتمر القادم أيضا مذكرات تفاهم مع بعض الدول مثل تونس والأردن مع أعداد دراسات وتنفيذ مشاريع من قبل المنظمات الدولية برامج تطويرية وتدريب وتطوير قدرات مع المنظمات الدولية حتى مع بعض الدول في الاتحاد الأوروبي دول المانحة هذه كل الدول والمنظمات تنظر لهذه المؤتمرات لغرض تنفيذ برامج توعوية تنفيذية مع وزارة الموارد المائية أو الوزارات الأخرى القطاعية لتحسين إدارة الموارد المائية في ضوء الخطط العامة التي تتعامل مع التغيرات المناخية وشحة المياه وغيرها من الأمور